بصراحة أنا مش عارف أحكي لكن حابب أبتدي بنكتة حلو؟ في في واحدة ستة كانت بتصلي كثير بالليل بتصلي بحرارة تعرف إنه في كل واحد بيصلي بطريقة الافريكين بيصلوا بحرارة يعني حتى عنا بالجزائر بيصلي بحرارة جدا مين جزائري هون؟ فقالك في واحدة بتصلي بالليل وقعدة تقول له يا رب أنا ما عنديش أكل وإنت طلبت إنه أي شي نطلبه بإسمك بتعطينا فنجارها ملحد فالليل كله مش قادر ينام الصبح راح على والمارت واشترى لها أغراض عشان الليلة التانية يقدر ينام فحط كل الأكل قدام الابارتمنت بتاعه راح دخل فطلعت هي لقت الأكل قالت له يا رب أشكرك استجابت فهو زعل فراح فتح البيت قال لا ما فيش رب أنا اللي جبت الأكل قالت له يا رب أشكرك مش بس جبت لي الأكل خليت إبليس يدفع حقه الله له طرق عجيبة من زمان أنا كنت في في الحضيرة التانية كنت مسلم وتولد في أسرة مسلمة وأبوي كان إمام ولسه بتذكر أنه أنا كنت بكره المسيحيين وبكره اليهود وبكره أي واحد مش مسلم لكن الرب له طرق عجيبة أنه استخدم الراديو إداعته حول العالم وسمعت الإداعة والرب غير حياتي واستخدمني أنا اللي كنت من جو العالم الإسلامي استخدمني اليوم حتى أجيب المسلمين للرب الله له طرق عجيبة ولما بتذكر الراديو كيف أيام زمان أحيانا بصلي مع الرب بقول له You are not fair عايزين تعرفوا لي بقول له You are not fair لأنه زمان أنا كنت بستنى أحصل على إنجيل مفيش مفيش في المكتبات مش موجود فبيبعتولي إنجيل حاولوا أكتر من عشرين مرة ليبعتولي الكتاب المقدس على ما وصلني وكل مرة كانوا بيحاولوا يبعتوا أول إنجيل وصلني هو إنجيل لوقة بتعرف لما وصلني كان الغلاف جوا والأبيض برا عشان ما يقرهوش في البريد عشان ما يعرفوش شو المحتوى اليوم مع التكنولوجيا أي واحد في السعودية بيقول لي بعث لي إنجيل بعمل PDF بيوصلوا في two seconds فبقول له يا رب it's not fair I had to suffer أنا to get it الناس بيوصلهم بسرعة أحيانا بقول له يا رب إمتى حيكون عندنا بطن نعمد الناس عن بعد في السعودية اللي حابي بحكيه من هذا المثل إنه الرب سهل كل شي من خلال التكنولوجيا صرنا نقدر نوصل لأكتر مكان انغلاقاً في العالم بتعرف مرة كنت بتكلم مع واحد بالتليفون كنت بكلمه وقال لي يا أخ رشيد احنا عاديين في السجن وبنتفرج عليك وهو نفسه قال لي أكتر بلد مظلم في أظلم مكان في هذا البلد قاعدين نشوف النور في هذا المكان قديش قديش الله عظيم يعني كيف التكنولوجيا بتغير كل شي التكنولوجيا عندها حدين زي كأي شي ممكن نستخدمها للشر وممكن نستخدمها للخير أنا حابب أشجع أي واحد فيكم واحدة خصوصاً الشباب زمان كان مواحد عشان يكون مرسل بيقضيوات يدرس التقافة يدرس اللغة يروح للمكان ويمكن يجيب تمار ولا ما يجيبش اليوم بالتكنولوجيا ممكن تعمل عجيب وأنت في بيتك ممكن توصل لأكتر مكان انغلاقاً لسا بتذكر الأخت فاطمة مصرية كانت عايشة في السعودية عاشت سنوات قالت لي أول ما دخل الدش قلت لي بناتي يجيبوا الدش فحطت الدش بالصدفة نحن نؤمن بس أحياناً لما يكون واحد غير مؤمن بيشوف أنه الصدفة نحن نؤمن كمؤمنين أنه ما في الصدفة لكن قالت لي بناتي يجيبوا الدش فبتدور لقيت البرنامج بتاعي القديم سؤال جريء قعدت تتفرج بناتها بيدرسوا الشريعة بنتين بتجيبهم جمبها بتقولهم مشرحولي هو بيقولي فهم بيدحكوا علي بيترياءوا بيسمعوا الاتنين آمنوا من غير ما يقولوا البعض وأمهم آمنت لوحدة من غير ما تقولهم فهم خبين التلاتة على بعض ومكملين يتفرجوا في البرنامج الأخت فاطمة قالت لي لما تفرجت عليك مرة كلمك واحد من الجزائر وقالك أنا آمنت بالرب شو أعمل قلت له لازم تتعمد أنا يمكن حكيتها في واحدة من الحلقات وشرحت له إيه المعمودية فهم عندها ايش حد قلت لي دخلت أنا قابلتها في كندا على فكرة هي اللي حكيت لي القصة قلت لي دخلت على الحمام وحطيت إيدي على راسي وطلعتش الشاور وقلت له يا فاطمة وعمدك باسم الآب والابن والروح القدس قلت له إيه المشكلة للهوتيين قلت له إيه المشكلة للهوتيين ستخلق المشكلة للهوتيين كل إنسان عنده الرب يحبه وعايز يوصله وكل إنسان جاء للرب عنده قصة أنا متأكد لو سألت كل واحد فيكم عنده اختبار كيف الرب جابه لعنده اللي حابب أقول إنه الأيام اللي فاضلة من عمرنا نستغلها ونستثمرها في عمل الرب مثل هذه الكنيسة مثل هذا الاجتماع الفلوس بتمشي والصحة بتمشي والوقت بيمشي لكن اللي بيبقى دايما هو النفوس اللي قطرت فيها وجبتها للرب أو النفوس اللي قطرت فيها وغيرتها للخير وللأحسن كان والدي في 2016 كان بيتوفى وكان قاعد قالولي عنده وكان قاعد وأنا كنت جنبه كنت كل الوقت اللي أنا جنبه كنت بتخيل نفسي مكانه كنت بقول لو كانت لحظات الأخيرة في حياتي إيه أكتر شيء حكون فخور بي هالعدد الفلوس اللي عندي في البنك ولا أولاد ولا أي شيء أعتقد أكتر شيء حكون فخور بي إنه كيف الرب استخدمني مع ناس كتيرة وأعتقد إنه هذا لازم يكون الجول بتاعنا الهدف أدي إيه الرب استخدمك في حياة ناس تغيرها للأفضل البصمات اللي تركتها في حياتهم التأثير اللي تركتوا في حياتهم كل شيء هذا الشيء حيفوت لكن اللي حيبقى هو التأثير اللي بيستخدمنا الرب من خلاله أنا متشكر إنه جايين كلكم وأنتو عارفين دايماً بقولهم لو ما كان فيه فندريزر لي إداعة حول العالم ما كانوا عملوا البرنامج اللي عملوه ما كنت أنا استمعت إليه وما كنت عرفت الرب وما كنت عملت برنامج أجيبني ما بتعرف أدييه one thing a penny a dollar ينفت ما بتعرف وين حيروح ومين النفس اللي حيستخدم الرب عشان يجيبه فدايماً when you find a chance to invest please do وقت فلوس أي شيء أو أيgon شكراً شكراً أي Ath evidence شكرا